خلينا بردو نروح ليه بقى نخش شوية تفاصيل بطولة السوبر زي ما أنا بحب أقول عليها ومجلس الإدارة طبعا بقاسة كابتن محمود الخطيب كلفه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة هنا بقى بعتة الفريق الأول للكرة في مباراة السوبر اللي هتكون إن شاء الله يوم خمسة خمسة أيام قليلة جدا بتفصلنا يعني بأبوظبي تحديدا وحيواجه الزمالك وإن شاء الله زي ما بنرجع نقول إن شاء الله الفوز يكون لصالح النادي الأهلي هيكون المباراة وحتكون المباراة على أستاذ محمد بن زايد بأبوظبي وكل التوفيق وعايز أود أرجع أقول لكم تاني التذكر يا كريم خلصانة خلصانة من فترة عايزين نشوف مباراة رائعة وإن نستكمل سلسلة الإنجازات والانتصارات للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة الحمد لله محققها رغم الدروب اللي حصل فيه موسم ما رغم الثغرات اللي حصلت برضو في فترة ما إحنا تكلمنا عن ده كتير لما بنبقى فيه عندنا مشكلة هالفكرة بنطلع نقول بس بنطلع نقول عشان إحنا عايزين نحلها ولما بيبقى فيه فترة الدنيا فيها كويسة وفيه تقلق من بعض اللعيبة بنطلع ونشيد فده دورنا ده دورنا إن إحنا نكون زي ما بتقال كده مراية زي ما بتقال كده أداة للمحاسبة لأن إنت في نفس الوقت إنت مش طالع بس تشكر وخلاص لأ إحنا كان عندنا مشكلة فيه فترة ما كان عندنا مشكلة فيه بعض اللمسات الأخيرة وغير 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 وفيه بعض اللعيبة ما كانتش في حالة التقلق بتاعها اللي إحنا نعرفها فإحنا طلعنا وقلنا كلام ده لكن لما تيجي دلوقتي وتشوف وقلنا برضو ده حتى وإحنا في فترة الوحشة بتاعتنا الكريم أو الفترة اللي كان فيها دروب قلنا سرعان ما بيعود النادي الأهلي مرة تانية يقف على رجليه وبيعود وبيراضي جماهيره النقطة دي مهمة جداً فكرة إن أنت تراضي الجماهير بتاعتك حتى لو زعلتهم وفي الأول وفي الأخر الجماهير بتزعل مش علشان أنت بتخسر أنت عشان بيشوفك إنك كنت تقدر تفوز كنت تقدر توصل لما كان أفضل وهو ده للنادي الأهلي تحديدة أنا ألا أتكلم عن الجماهير ومنتظران منه فإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل وإحنا عندنا لسه مشوار طويل جداً هرجع أقول ثاني أنا من الناس اللي متطمينة إلى حد كبير مع قيادة مارسل كولر بعرفش أنت برضو بتشوف الفائل نعم حتى فصل الغيب بالوقت ما يكتل للأمارات والإشارات إننا مشيين في الفراك الصحيح وبالمناسبة جزء الأخير من كلامك برضو يعني اتحقق كمان في الفترة الأخيرة فكرة إن يبقى جمهور عنده تحفظات ما تفص الفريق وإن الفريق يرجع مرة تانية يوقف على رجليه حتى بشكل فردي على فكرة أو بشكل جماعي ويراضي ويصالح جماهيره الحمد لله ما هي على فترة متابعة لما بيكون الجمهور مش راضي كل الرضا عن الفريق يعني دي ما بتحصلش معنا غير كل فين وفين